28 من ايلول عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارائيل شارون المسجد الاقصى ودن ساباحاته بحراسة اكثر من الفي جندي وشرطي احتلالي تدنيس شارون لأولى القبلتين استفز مشاعر ابناء شعبنا الذين هبوا بصدورهم العارية للتصدي لاقتحامه بالحجارة والنعال في مواجهات عنيفة اصفرت عن استشهاد سبعة منهم وجرح اكثر من 250 حالة الغضب والاستنكار لمحاولات اسرائيل واقطابها تدنيس المسجد الاقصى لم تنحسر داخل حدود اسوار الكدس بل سرعان من دفعت لتعم جل محافظات الوطن بصورة متدحرجة ككرة الثلج خاصة بعد اعدام جيش الاحتلال للطفل محمد الدرى امام عدسات الكاميرا بالتزامن مع تأهبه لشن هجمة عسكرية واسعة النطاق وسط قمع وحشي استهدف فرض حصار مطبق على كافة ارجاء الوطن بالحواجز العسكرية التي نصبها جيش الاحتلال على مداخل الكرة والبلدات عوضا عن التوغل داخل المدن وتدمير المقرات التابعة للاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية علاوة على تصعيد سياسة الاغتيالات الطابع الوحشي الذي شهدته انتفاضة الاقصى واقتراف قوات الاحتلال جرائم شنيعة اصفرت عن استشهاد اربعة الاف واربعمائة واثني عشر شهيدا وخلفت حوالي خمسين الف جريح ففيها قوبل الحجر بالدبابة وهذا هو فارس عود الطفل الشاهد على فضاعة الاحتلال في قمعه للحراك الشعبي السلمي الغاضب اصلا على ضوء مماطلة حكومة الاحتلال في حينها الايفاء بتعهدات اتفاق اوسلو ومحاولاتها فرض حلول سياسية عبر اتفاقية كام ديفيد التي رفضها الرئيس الراحل ياسر عرفات لما تضمنته من بنود تنتقس من حقوق شعبنا هذا شعب الجبارين الشعب الصامد امام هذه العنصرية وهذا الارهاب وهذا العدوان بكل انواع الاسلحة الامريكية رفض الزعيم الخالد ياسر عرفات التوقيع على الاتفاقية التي دفع حياته ثمنا سياسيا سياسيا لها سواء بمحاصرته سياسيا او بمنعه من السفر وصولا الى حصاره في عرينه بمدينة رامالله تحت وطأة القصف والتهديد المباشر بالقتل بعد توغل الاليات الاحتلال داخل مقر الرئاسة وهدم اجزاء منها لتركيع مواقفه وهذا لم يحصل اشتركوا في القناة